اشتركوا في القناة اصبته نفحة من هذه النفحات لن يشقى بعدها ابدا انا ارى والله اعلم ان قسم لياليك التعبدية في تقسيمات واضحة مثلا تقول انا بعد صلاة العشاء ثوف اصلي صلاة الترويح سواء مع اولادك زوجتك او انت تعيش منفريدا مثلا اصلي وحدك ما فيش مشكلة طيب بعد هذه الصلاة تقسم وقتك فيه قسم اللي قرأت القرآن تقول مثلا الساعتين الاتيتين من الساعة الثلث الاول من الليل من الساعة التاسعة مثلا الى الساعة الحادي عشرة او من العاشرة الى الثاني عشرة منتصر بالليل هذه يعني تعبد مع كتاب الله صديقي كتاب الله عز وجل من الساعة من الساعة مثلا الثانية عشرة منتصر بالليل الى الساعة الثانية اذا هذه صلاة تهجد على قدر ما يفتح الله لك 8 ركعات عشرة اتناشر عشرين ما فتح الله لك به سبعا وبعدين الثلث الاخير من الليل من اتنين لغير صلاة الفجر هذه استغفار وذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعادة لكبائر الذنوب التي صنعتها كي اتوب منها استعيد مع نفسي الحقوق التي علي حتى اؤديها حتى تخرج العبادة صالح لانه التاجر لن يخلص له الربح حتى اذا خلص له رأس المال يا مهما لو عملت مليون حسنة من الترويح وقرارة القرآن ولكن علي عشرين مليون من حقوق الناس فتضيئ فأنوينية صادقة ان اتخلى عن يعني اعيد الحقوق الى اصحابها او أنوينية صادقة مع نفسي ان شاء الله رب العالمين من الغد سوف اعيد الحقوق لاصحابها واتخلى عن كذا وسوف اصل رحمي تعد نفسك وعودا طيبة بفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى فيسلم قلبك وتقف على باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب هنا انت في معيتك الملائكة والملائكة عندما تؤمن على دعاك فأبشر خيرا فأنا أرى الله وأعلم أن أفضل الأعمال في هذه الليالي المباركة الصدقات إن أمكن قراءة القرآن الاستغفار يعني لا أقول العلم لأن العلم ربما يؤجل هذه الأيام أو التعلم وإنما يكون كله ذكر وعبادة وصلاة لله بس في نقطة وأنت تدعو رب العباد في أيام لا لهذه كن موقنا أن الله سوف يجيب قال عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء يعني ادعو أن تموقن حتى وإن كان الواحد فينا مسرفا على نفسه مذنبا كثير الذنوب يقول يا ربي أنا مستحي كيف تستجيب لا الله يستجيب إذا كنت طائعا وقلت يا رب يقال لك لبيك يا عبدي وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لك لبيك 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 يا عبدي بس المهم الله يرضى عليك هذا اللسان الذي تدعو به اعزم عزما أكيدا أنك لن تهدم به إنسانا ولن تغتاب به إنسانا ولن تنم في حق إنسان ولن تكذب به ولن تشهد زورا ولن تفحش في القول ولن تسب به أحدا وإنما هذا اللسان وسيلة لفتح الخير مع الناس مع ذكر الله سبحانه وتعالى فمن أصبح وأمس ولسانه رض بذكر الله أصبح وأمس وليس عليه خطيئة طالما مع لهوش ليس عليه تبعات وتدعو وتقول اللهم من كان بيني وبينك فاغفره لي وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني يا رب العالمين لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر